اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا الكرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا عموا بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يصعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغط شغيلها وأخرج دحاها والأرض بعن ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرها والجبال أغساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيلانا أغساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يرونك عن الساعة أغساها وما يدريك لعله يزكى أنت عنه تلها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكورمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من مطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشرة كلا لما يقدما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخبا وحدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفره المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم الفجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر